بدعوة من السفير السعودي الجابر علي البخيتي الذي يقول إنه لا يؤمن بالله ولا ديان يزور مكة المكرمة ويروج من داخلها للكفر والإلحاد لم يحدث هذا مذدخلها النبي فاتحاً قبل ألف وأربعمائة سنة من قلب منزل المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة يؤكد البخيتي كفره وإلحاده ولا يبدو أن أحداً قد نهاه عما كانت السعودية تعتبره منكراً في يوم من الأيام يا مساء الخير متوجه إلى مكة المكرمة في زيارة لهذه المدينة التاريخية المصعظيمة ولو وجد مثل هذا الخطاب الديني المتسامح والمتصالح مع العصر لبار سوق الكفر والإلحاد الذي قد نكون نحن نمثله لأن أمثال الدكتور أحمد عندما يقدم الدين بشكل لطيف بشكل يتواءم مع العصر بشكل لا يضطر الإنسان لترك الدين حتى يستمتع بالحياة باعتقاد إلى وجود مثل هذا الخطاب المتسامح كما هو موجود مثلاً المسيحية وخطابها المتسامح ولذلك تمسك بها الكثير من الشعوب الأوروبية نتيجة وجود هذا التصالح التاليخي بين القصيمي والبخيتي كيف تعاملت السعودية مع الملحدين جمعت الملك عبد العزيز علاقة صداقة بالمفكر السعودي عبد الله القصيمي بدأ هذا الأخير حياته بالوهابية ثم تحول إلى الإلحاد وعلى ما كان من علاقة قوية بين الرجلين لم يقبل الملك ببقاء القصيمي في أي مكان داخل المملكة يفعل آل جابر اليوم ما لم يفعله الملك عبد العزيز استقدم البخيتي الذي يقولها بملء الفم لا أؤمن بالله والفرق كبير بالطبع بين شخص هذه المقارنة مريته في مرحلة من المراحل مرحلة سميتها أنا الترقيع يعني كنا نرجع ونقول أن الخلل يعني قد يكون في بعض الأحاديث لكن القرآن هو صحيح ولا مشكلة فيه وأنا أعرف أن هذا ترقيع لكن كنا نقول لا نصدم الناس لكن في الأخير توصلت إلى جناعة وقلت أنا لا ديني أنا أحترم المسلم لكني لا أؤمن أن الرسول محمد نبي من الله أو أن القرآن كتاب من الله أو أن المسيح أو عيسى أو موسى أنهم أنبياء بجا هذه أنا أعتبر أنها صناعة بشرية والكثير منها مجرد أساطير ولا وجود حقيقي لها لكني أحترم أتباعها وأتعامل معهم بكل تقدير وكذلك لدي مفهومي الخاص حتى لما يمكن تصريفه بالكفر تجمع علي البخيتي بالسفير الجابر علاقة مشبوهة وإن أحسنت الظن غريبة قبل أن ينقل نشاطه إلى الإلحاد ويترك المهمة لأخيه محمد كان علي البخيتي من أبرز الوجوه المحرضة على استهداف السعودية وفق مراقبين محمد البخيتي جزء من مشروع يهز مكانة السعودية العسكرية وعلي البخيتي جزء من مشروع آخر يهز مكانتها الدينية محمد البخيتي يقول على تويتر روابطنا الدينية والقبلية والتاريخية ببلاد الحرمين قوية تحتم علينا رفع الظلم عن المستضعفين الذين تهدم بيوتهم في جدة ومكة من قبل النظام السعودي بهدف الاستيلاء على أرضهم صبرا أيها المستضعفين يقول في مكة والمدينة فإن الفرج قريب يرد غائب حواس على هذه التغريدة ويقول لمحمد البخيتي ما دام أخوك علي وشلة الأنس مع زيد الذاري وابتسام ورحوة ورحمة عفوا قالسين يمهدوا لكم الأمور أنتم وسيدكم عند آل جابر والاستخبارات السعودية فما هي بعيدة توصل مكة وجدة وأبعد من ذلك بين الهديان وآل جابر كيف تغيرت نظرة السعودية للمؤثرين في اليمن عندما شغل صالح الهديان منصب الملحق العسكري في السفارة السعودية لعب أدوار أكبر من منصبه وثق الرجل علاقة بلده باليمن من خلال أهم قوة اجتماعية بين قوسين القبيلة ترك آل جابر إرث الهديان للحوثيين وذهب يبحث عن ناشطين في منصات التواصل لقد قزم وفق كثيرين دور المملكة ونفوذها عبد الملك الحوثي يتحدث إلى شخصيات قبلية الصالة ضيقة لكن الكل حكماء اليمن هم من كل المكونات وهم المعروف عنهم وعن أكترهم الحرص والاهتمام بهذا البلد والحرص على مصير هذا البلد وعلى مستقبل هذا البلد وعلى حاضر هذا البلد أنا اليوم ما بنأتكلم معكم لا شاكي ولا باكي أنا اليوم بنأتكلم معكم على أساس أنكم جنبا إلى جنب معي مع كل الأحرار في هذا البلد نحن كلنا أصحاب مسؤولية واقدة نحن كلنا أصحاب هم مشترك والشيء الطبيعي أن يكون لكم حضور وملامسة للواقع وتدخل في الإشكاليات ومعالجة لبعض المشاكل وأن لا تكونوا مجرد متفرجين على الأحداث ما تنتبه هذا التجاهل من اتجاه وذاك التجاهل من اتجاه لا إذا كان ما فعله الهديان قد أفضى إلى علاقة متينة على مدى خمسين سنة بين السعودية واليمن فإلى أين يقود آل جابر العلاقة بين البلدين يقول مهتمون إنخراط الرجل في اقتصاد الحرب تسبب في تشويش رؤية الرياض للتهديدات والمخاطر حكاية سئل أحد حكماء بني أمية والعهدة على الراوي عن سبب زوال دولتهم فقال قربنا العدو طمعا في كسب هده وبعدنا الصديق ضامنين ولاءه فنالنا غدر الأول وخسرنا ولاء الثاني التغريدات كثيرة يقول سيف الحاضر السعودية تعتبر القرآن كريم دستور لها وتسمح للمدعو علي البخيتي يصف القرآن على أراضيها بالخرافة حقيقة لا أستطيع أن أصدق أن تلك الجرأة تحدث في بلاد الحرمين ساعة الدوسر يقول الملحدة للبخيتي وصل إلى مكة ويجوب البلاد طولا وعرضا بدعم محمد بن سلمان لمعرفة إلى أين اتجه النظام السعودي ما يقوم به الملحدة علي البخيتي يشير إلى نشر الإلحاد ودعم ما يسمى بالديانة الإبراهيمية ومواصلة الحرب على ثوابت الإسلام سام الغبار يقول عندما دخل علي البخيتي مكة كان أول ما يفعله في مكة السخرية من القرآن ذلك أمر يقول يجعلنا نتحسر على شاف ذكي كان يمكن أن يكون محاميا باهرا لكنه سلك طريقا مختلفة إنها مأساة أن نرى هذا الهدر الكامل للإنسانية الذي اختبرناه فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاه ترجمة نانسي قنقر